مستر كالتيرون وكلامه وقال له يعني تقول إلي كابتن وصفك أمال جهول كيبر يعني تعليقك لا هو طبعا مبارك للجمهور نادي الأهلي ومجلس دارة واللعيبة طبعا كل الناس بصراحة يعني مش مهم جدا مكسب مهم جدا نهار دا الحمد لله لا هو مستر كالتيرون دايما بيلعبني يعني دايما يقول لي أنتم داريون حراس مرما كلهم بيحبوا دايما ياخدوا وقته عشان بيمرانه هو ده طبيعي لأن انت طبعا بتبقى معك 3 جوان أو 4 جوان طبعا فبتبدي النتة دي محتاج وقت عشان تبدي تشتغل على جزء إحماء الأول بعد أن تشتغل على جزء مهاري جزء خضرتي فتتحتاج وقت كبير فهو بيحسب دايما يقول لي انت بتحتاج دايما خليه أخلمه هو معاك فالحمد لله رب العمين ممكن احنا الحمد لله لازم هو قال نشتغل كجروب واحد وكعيلة واحدة الحمد لله رب العمين والحمد لله كلنا ده اللي احنا تعودنا عليه وتربنا عليه في نادل أهل دايما نشتغل روح الجماعة وتيم مورك واحد لأن في الأول في الآخر احنا عايزين نقدن من لدينا حاجات كتير جدا نرد جزء يعني يمكن بسيط جدا من جميل نادل أهل لي فضل علينا قولوا لسه بدري يا سعيد لسه بدري محتاجين حاجات كتير جدا في الموسم اعتبر دلوقتي مبارات تونشيب في اسكندرية وهنا الحمد لله ست ميدو بيقول لك لسه بدري ومحتاجين كتير قوي لسه يعني كابتن عبد الحميد عاصم بيقول لك لسه بدري وطبعا في الستوديو معاك كابتن شريف عبد المنعم كابتن رب العيسين كابتن مهار همام طبعا بسلم علوم كلهم طبعا وحشين كلهم وكابتن الكبار سلم علوم واحد واحد وميدو بيقوله طبعا لسه بدري طبعا نادل أهل ده بيتعود رقم واحد وانت زي ما انت عارف ميدو نحن اعتبر في بداية موسم طبعا لسه الفورما بتدخل بعد ماتش يعني تالي آخر كده بعد ماتش يا رب العمين كويس نحن بندخل في فورما وحب مكسب ودي حاجة مهمة جدا لان احنا كمان كنا في وضع يعتبر في المجموعة يعتبر كنا آخر مجموعة لكن نهار ده الحمد لله بنحاول نعدل من وضعنا نهار ده نصف لسبعة بنت الحمد لله ده اعتبر حياة كويسة جدا في زل ان انت بتجهز كمان فأتمنى ان شاء الله بإذن ان ده الفترة الجاية ان شاء الله يبقى زي ما احنا عودنا جمهورنا الاهلي دايما نعطون ان شاء الله من فوز دي فوز ان شاء الله شكرا كابتن مصطفى شكرا جزيلا كابتن ميدو هنرجع لك دلوقتي في انتظار عدد